الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إجمعين أما بعد نواصل التعليق على رسالة ابن أبي زيد القيروان رحمه الله تعالى ووصلنا إلى باب أو إلى كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروان رحمه الله تعالى باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين وزكاة العين والحرث والماشية فريضة فعما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين والماشية ففي كل حول مرة ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق وذلك ستة أقفزة وربع قفيز والوسق ستون صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام ويجمع القمح والشعير والسلط في الزكاة فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزكي ذلك وكذلك تجمع أصناف القطنية وكذلك تجمع أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة وإذا كانت في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه ويزكي الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته فإن باع ذلك أجزاءه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله ولا زكاة في الفواكه والخضر ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا فإذا بلغت عشرين دينارا ففي نص دينار ففي نص دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك وإن قل ولا زكاة من الفضة في أقل من مئتي درهم وذلك خمس أواق والأوقية أربعون درهم أربعون درهم من وزن سبعة أعلى السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم فإذا بلغت هذه الدراهم مئتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة فمن كان له مئة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره ولا زكاة في العروض حتى تكون الانتجارة فإذا بيتها بعد حولها فأكثر من يمن يأخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة ففي ثمنها الزكاة لحول واحد قامت قبل البيع حولا أو أكثر إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين وحول ربح المال حول أصله وكذلك حول نسي أنعام حول الأمهات ومن له مال تجه فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده منا لا يزكى من عروض مقتنات أو رقيق أو حيوان مقتنات أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه فليزك ما بيده من المال فإن لم تفع عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمني ولا ماشية ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وإن قام عواما فإنما يزكيه بعام واحد بعد قبضه وكذلك العرض وكذلك العرض حتى يبيعه وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه وعلى الأصادر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومي إذن بما يبنك بماله ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض ولا فيما يتخذ لللباس من الحلي ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاو فلا زكاة عليه في شيء ذلك حتى يباع ويستقبل به حول من يوم يقبض ثمنه وفيما يخرج عن المعدن من ذهب وفضة للزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو خمس أواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل فإن انقطع نينه بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة وتأخذ الجزية من رجال أهل ذمة الأحرار البالغين ولا تأخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم وتأخذ من المجوس ومن نصارى العرب والجزية على أهل الذهب أربعة جانيرا وعلى أهل الوريق أربعون جرهما وتخفف على الفقير ويأخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه وإن اختلفوا في السنة مرارا وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نص العشر من ثمنه ويأخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك وفي الركاز وهو دفن الجاهنية الخمس على من أصابه قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة الزكاة تطلق في اللغة على النماء والتطهير تطلق في اللغة على النماء والتطهير يقال زكى الزرع إذا نمى والزكاة سبب لنماء المال وزيادته فإن الله عز وجل ينمي لصاحب الزكاة ماله ويزيده له سبحانه وتعالى فهي سبب للبركة وهي كذلك سبب للتطهير وهي كذلك سبب للتطهير فالزكاة طهرة للنفس من البخل والشح من البخل والشح وهي تطهير من الذنوب والزكاة ركن من أركان الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة والزكاة شرعا هي مال معلوم مال معلوم من صنف معلوم يُعطى لطائفة معلومة يُعطى لطائفة معلومة في وقت معلوم والزكاة والزكاة تُطلق على الصدقة الواجبة والمستحبة وتُطلق على النفقة وعلى غيرها بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر حكم الزكاة قال وَزَكَاةُ الْعَيْنِ يُقْصَدُ بِالْعَيْنِ عند الفقهاء في كتاب الزكاة الذهب والفضة يُقْصَدُ بِالْعَيْنِ يُقْصَدُ بِالْعَيْنِ أو زكاة النقدين فالنقدان عند الفقهاء هما الذهب والفضة ويُطلق كذلك على الذهب والفضة بزكاة الكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم إلا أحمي عليه في نار جهنم قال والحرث يُقصَد بالحرث ما يقتاته الناس ما يقتاته الناس ويتخذونه لعيشهم غالبا فما يأكلونه من المكيل والموزون يُسمَّى حرثا وقد جاء القرآن بزكاة الحرث بقوله تعالى وَآتُوا حقَّه يوم حصاده وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقط السماء والعيون والعيون العشر قال وَالْمَاشِيَةِ وَالْمَاشِيَةِ هِي الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَقَدْ جَاءَتْ السُنَّةُ بِبَيَانِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَقَدْ جَاءَتْ السُنَّةُ بِبَيَانِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ قال المُصَنِّف رحمه الله تعالى وَقَبْلَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الزَّكَاةُ لَهَا شُرُوطُ وُجُوبٍ وَشُرُوطُ صِحَّةٍ أَمَّا شُرُوطُ وُجُوبِهَا فَسَبْعَةٌ في الجُملة أَمَّا شُرُوطُ وُجُوبِهَا فَسَبْعَةُ شُرُوطٍ الشرطُ الأول الإسلام فلا تصِحُ الزَّكَاةُ من الكافر فلا تصِحُ الزَّكَاةُ من الكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذر رضي الله عنه إنك تاتِي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فإن هم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم وتُردُّ على فُقرائهم فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الزكاة منوطاً بإجابتهم إلى الشهادتين فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الزكاة منهم منوطاً بإجابتهم للشهادتين فإذا لم يُجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهادتين فلا يُؤمرون بالصلاة ولا بالزكاة فلا يُؤمرون بالصلاة ولا بالزكاة الأمر الثاني أو الشرط الثاني الحرية فلا تجب الزكاة على الرقيق فلا تجب الزكاة على الرقيق يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في مال المكاتب زكاةً حتى يُعتق ولأن الرقيق لا يملك والمالُ الذي عنده ملكٌ لسيده فهو ومالُه مملُقون لسيده فالزكاة إنما تكون على السيد ولا تكون على الرقيق ولا تكون على الرقيق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن باع عبداً من باع عبداً له مالٌ فمالُه للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع فجعل المال والعبد الذي يملكه ملكًا لسيده الشرط الثالث النصاب والنصاب هو المقدار الذي رتَّب عليه الشارع المقدار الذي رتَّب عليه الشارع وجوب الزكاة على بلوغه وجوب الزكاة على بلوغه في كل جنس على حدة فكلُّ جنسٍ من الأجناس له نصابٌ معينٌ إذا لم يبلُغ إلى هذا النصاب فلا زكاة فيه فلا نصاب فيه الشرط الرابع الملك التَّام الملك التَّام فلو لم يكن مالكًا للمال ملكًا تامًا لم تجب فيه الزكاة الشرط الخامس حولانُ الحول حولانُ الحول في غير الحرث في غير الحرث والمعدن والركاز إذا جُعِل من الزكاة إذا جُعِل من الزكاة لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعًا لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول ضوابُ داود والترمذي رحمة الله عليهما الشرط السادس عدمُ الدَّين في العين فلا يكون صاحبُ العين عليه دينٌ في عينه التي يُريد أن يُخرج منها الزكاة الشرط الأخير عند المالكية رحمة الله عليهم مجيءُ الساعي إلى صاحبِه إلى صاحبِ الماشية والزرعِ عند زرعِه مجيءُ الساعي إلى صاحبِ الزرعِ والماشية عند زرعِه لحديث لا تُخَذُ صدقاتُهم إلا في دورهم ولحديث أيضًا تُخَذُ صدقاتُ المسلمين في مياهِهم رَجَهُ أَحْمَد وَفِيهِمَا مَقَالٌ وَفِيهِمَا مَقَالٌ ثم قال المصنِّف رحمه الله تعالى فَأَمَّا زَكَاةُ الحَرْثِ فَيَوْمُ حَصَادِهِ بَيَّنَ رحمه الله تعالى وقت وجوب زكاة الحَرْثِ بِقَولِهِ فَأَمَّا زَكَاةُ الحَرْثِ فَيَوْمُ حَصَادِهِ لقول الله تعالى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَقِرَاءَةٌ أُخْرَى سَبْعِيَّ يَوْمَ حِصَادِهِ قرأ بها ابن كثيرٍ ونافعٍ رحمة الله عليهما فجعل الله عز وجل الزكاة في الحَرْثِ تُؤْخَذُه يَوْمَ حَصَادِهِ ثُمَّ قال وَأَمَّا الْعَيْنِ وَالْمَاشِيَ فَتَجِبُ فِي كُلِّ حَوْلٍ مَرَّةٍ أَمَّا الْعَيْنُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَاشِيَ مِنَ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فَتُؤْخَذُ بَعْدَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ وَلَا يَصِحْهُ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُهَا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلِ وَلَوْ بَلَغَتْ نِصَابًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول واشتراط حولان الحول في الماشية والعين متفق عليه بين الفقهاء ثم قال رحمه الله تعالى ولا زكاة من الحب والتمري في أقل من خمسة أو سقن بيّن رحمه الله تعالى في هذا الموضع وما بعده مقادير ما يخرج من أنصبة الزكاة بيّن رحمه الله تعالى في هذا الموضع وما بعده مقادير ما يخرج من أنصبة الزكاة فقال ولا زكاة من الحب والتمري في أقل من خمسة أو سقن لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أو سقن صدقه لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أو سقن صدقه خرجه البخاري ومسلم خرجه البخاري ومسلم ودل على ذلك جملة من الأحاديث والوسق ذكر له ضابطين والوسق ذكر له ضابطين ضابطاً بالكيل وضابطاً بالوزن ضابطاً بالكيل وضابطاً بالوزن لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى مبيناً الكيل بقوله وذلك يعني الخمسة أو سقن ستة أقفزة ستة أقفزة وربع قفيز والقفيز والقفيز ثمانية وأربعون صاعاً ثمانية وأربعون صاعاً الوسق في اللغة الوسق في اللغة مفرد أو سقن وهو ضم الشيء إلى الشيء وهو ضم الشيء إلى الشيء ومنهم قال الله تعالى والليل وما وسق أي الليل إذا ضم وجمع الظلم والنجم فيه والليل وما وسق أي الليل إذا اجتمع فيه الظلام مع النجم والكواكب والوسق استلاحاً ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متفق عليه عند عامة أهل العلم وقد ورد تقدير الوسق بستين صاعاً في حديث رواه ابن ماجه من حديث جابر وابي سعيد مرفوعاً الوسق ستون صاعاً وفيه من قال والصاع قال المصنف رحمه الله تعالى وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالصَّاعُ يُسَاوي أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ وَالصَّاعُ بالوَزْنِ بالجرامات يُسَاوي اثنين كيلو جرام ومئة وخمس وسبعين جراماً اثنين كيلو جرام ومئة وخمسة تن وسبعين جراماً وهذه الخمسة أوسق يختلف القدر الذي يُخرج منها وهذه الأوسق يختلف القدر الذي يُخرج منها فإذا بلغ التمر أو البر أو الشعير نصاباً فإنه إن كان المأخوذ منه حاصلاً بعناي ومشقة فيُخَذُ منه نِصفُ العُشْرِ فيُخَذُ منه نِصفُ العُشْرِ وإن سُقِيَ بِمَاي السَّمَاء وإن سُقِيَ الزَّرْعُ بِمَاي السَّمَاء ولم يكن فيه عناء ولا مشقة فإنه يُخَذُ منه العُشْرَ فإنه يُخَذُ منه العُشْرَ جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سَقَت السمَاءُ والأنهارُ العُشْرِ وفيما سُقِيَ بالسَّاقِيَةِ نِصفُ العُشْرِ وفيما سُقِيَ بالسَّاقِيَةِ نِصفُ العُشْرِ فإذا كان صاحب الزرعي قد تحصَل على هذا الزرع بعناءٍ ومشقةٍ وادخل فيه أموالا فإن الزكاة فيه نصف العشر وإذا تحصل على هذا الزرع بغير عناء ولا مشقة فإنه يوخذ منه في الزكاة عشرا كاملا فإنه يوخذ منه في الزكاة عشرا كاملا ثم بين بعد ذلك الأنواع التي يضم بعضها إلى بعض في الزكاة فقال ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة السلت نوع من أنواع الشعير ليس له قشر نوع من أنواع الشعير ليس له قشر هذه الثلاث القمح والشعير والسلت يضم بعضها إلى بعض في الزكاة لأن هذه الثلاث عند الفقهاء لأن هذه الثلاث عند الفقهاء نوعا واحدا عند البيع فقيمتها التي تقوم بها فقيمتها التي تقوم بها إما أنها متساوية أو متقاربة لذلك ضم بعضها إلى بعض في الزكاة فمن زرع قمحا وشعيرا فإنه يضم القمح إلى الشعير فإذا بلغ النصاب بالضم أخذ منه فإذا بلغ النصاب بالضم أخذ منه وهذه الثلاث تضم بعضها إلى بعض إذا زرعت في وقت واحد إذا زرع مزارع قمحا وشعيرا في وقت واحد وحصدهم في وقت واحد فإنه يضم هذه الثلاث بعضها إلى بعض أما إذا زرع قمحا في وقت ولم يبلغ النصاب ثم زرع شعيرا في وقت آخر ولم يبلغ النصاب كذلك فلا يضم القمح إلى الشعير فلا يضم القمح إلى الشعير فمكان ضمها بعضها إلى بعض إذا زرعت في وقت واحد إذا زرعت في وقت واحد ولم تبلغ النصاب بتفريقها فإنه يضم بعضها إلى بعض لتبلغ النصاب ويخرج منها الزكاة قال فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزكي ذلك فليزكي ذلك روية هذا الجمع روية هذا الجمع للقمح والشعير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وكذلك يجمع أصناف القطنية يجمع أصناف القطنية أو القطنية والقطنية أو القطنية أصلها من قطن بالمكان إذا أقام فيه أصلها من قطن بالمقام أو بالمكان إذا أقام فيه قال وكذلك تجمع أصناف التمر كالعجوة والبرني وكذلك تجمع أصناف التمر كالعجوة والبرني وغيرها فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها قال وكذلك أصناف الزبيب الزبيب له عدة أصناف إذا اجتمع من هذه الأصناف خمسة أوسق فإنه يزكيها قال والأرز والدخن والذرة كل واحد لا يضم إلى الآخر كل واحد لا يضم إلى الآخر لا يضم الأرز والدخن والذرة بعضها إلى بعض على مذهب مالك رحمه الله تعالى لأنها يختلف بعضها بعضا في الخلقة وفي الثمن فالأرز لا يشابه الدخن ولا يشابه الذرة وكذلك يختلف بعضها بعضا في أثمانها فإذا زرع دخنا وذرة في مكان واحد ولم يبلغ الدخن وحده النصاب ولم يبتبلغ الذرة وحدها النصاب فإنه لا يجمع بين الدخن وبين الذرة لاختلاف هذه الأصناف ولأنها لا تتشابه ولأن أسعى أثمانها مختلفة فمن زرع دخنا وبلغ أربعة أوسق وزرع معه ذرة وبلغت أربعة أوسق فلا زكاة عليه ولا يضم الدخن إلى الذرة ولا يضم الدخن إلى الذرة وهذا قول المالكية رحمة الله عليهم وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الثلاث إلى أن هذه الثلاث صنف واحد في الزكاة ثم قال رحمه الله تعالى وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه إذا كان لصاحب التمر أصنافاً مختلفة من التمر بعضه رديء وبعضه جيد من أجود أنواع التمر وبعضه متوسط بين هذا الرديء وبين أجود أنواع التمر لا يجوز لصاحب الزكاة أن يخرج الزكاة من أرض ما عنده من التمر لا يجوز لصاحب الزكاة أن يخرج الزكاة من أرض ما عنده من تمر فالله طيب لا يقبل إلا طيباً فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيباً وكذلك لا يزجوز لمن يأخذ الزكاة عن الوالي أن يأخذ من أفضل أنواع التمر التي عند صاحب التمر وإنما العدل أن يأخذ من أوسط ما في التمر وإنما العدل أن يأخذ من أوسط ما في التمر وهذا ليس خاصاً بالتمر فحسب بل حتى في الماشية لا يجوز أن يأخذ أفضل ما في المواشي ولا يجوز لصاحب الزكاة أن يخرج أرض ما عنده من الماشية لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذر رضي الله عنه لما بيَّن له أن يأخذ الزكاة من أهل اليمن وإياك وكرائم أموالهم وإياك وكرائم أموالهم فلا يأخذ الجابي الذي يجب الزكاة كرائم الأموال وأفضل ما عند المزكي وأخذ كرائم الأموال من الظلم والجور بذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بعد ذلك واتق ضعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ثم قال رحمه الله تعالى ويزكي الزيتون إذا بلغ أو ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق اختلف أهل العلم بل اختلف المالكية رحمة الله عليهم في زكاة الزيتون فذهب ابن وهب إلى أن الزيتون لا زكاة فيه إلى أن الزيتون لا زكاة فيه وذهب عامة المالكية إلى أن الزيتون يزكى عنه أما من يرى أن الزيتون لا يزكى فإنه يقول الزكاة في كل ما يقتات الزكاة في كل ما يقتات وكل ما لا يقتات ولا يجعل قوتاً فإنه لا زكاة فيه والزيتون وإن كان لا يعد قوتاً لوحده إلا أنه مصلح للقوت إلا أنه مصلح للقوت وذهب بعضهم إلى أن الزيتون إنما يخرج أو تخرج الزكاة من زيته لا من حبه تخرج الزكاة من زيته ولا من حبه أما الزيت فلا يشترط فيه أن يبلغ خمسة أو سقن وإنما يعامل معاملة عروض اتجارته والأحوط لصاحب الزيتون أن يخرج منه زكاة من حبه وليس هناك حديثاً أو نصاً مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا إلى الصحابة في إجاب الزكاة عن الزيتون في إجاب الزكاة عن الزيتون أما زيت الزيتون فيعامل معاملة عروض اتجارة فإذا بلغ نصاب عروض اتجارة فإنه يخرج منه الزكاة هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين